البحث العلمي الطبي ضرورة وآفاق أنوان المؤتمر الطبي الذي أقامه فرع دمشق لنقابة الأطباء برعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي بدورته الرابعة عشر وذلك في مشفى الأسد الجامعي بدمشق ويستمر لمدة ثلاثة أيام حيث تمت في اليوم الأول مناقشة التطورات العلمية وتبادل الخبرات في الأبحاث لكافة الاختصاصات الطبية يميز المؤتمر هذه السنة برنامج علمي واسع ومتنوع وفيه أيضا كمية كبيرة من الأبحاث التي ينشرها الأطباء وطلاب الاختصاص سواء في الدراسات العليا أو في وزارة الصحة اهتمام نقابة الأطباء فرع دمشق بهؤلاء الباحثين حيث شأن كبير ترعاه وزارة الصحة وأكيد كل الحكومة السورية التوجهات دائما برعاية الباحثين في جميع المجالات وأهمها المجالات الصحية والطبية نتمنى النجاح الكامل لهذا المؤتمر وأيضا لمزيد من إجراءات التي تعزز وتدعم البحث العلمي في الكليات الطبية وفي المشافي والهيئات العامة الحقيقة هذا هو المؤتمر الرابع عشر لفرع دمشق لنقابة الأطباء هذا العام كان فيه تأكيد على الزملاء بمرحلة الاختصاص تم تكريم سبعة من الأطباء يلي هني عم يختصوا تم عرض الدراسات والأبحاث العلمية المميزة يلي هني أدموها وهي الحقيقة خطوة لأجريت للمرة الأولى في هذا النطاق محاضرتي بدأت تكون عن المستجدات في مقاربة وهن العظام وهن العظام هو مرض منتشر جدا من هون بتأتي أهمية التنبيه لأن مرض ترقق العظام أو الأستيوبروزيس هو مرض بيعني اختصاصات متعددة في الطب ليست اختصاص واحد ولذلك نحن رايدين نلقي الضوء على هذه المشكلة ابقاء طلبة الدراسات العليا على متابعة مستمرة لتطور الأبحاث العلمية هو أحد أهم أهداف هذا المؤتمر كما شارك في المؤتمر عدد من شركات الأدوية والأجهزة الطبية الوطنية ليتم الربط بين حاجة المريض والمؤسسات والمشافي لمواكبة تطور الطب في إنتاج الأدوية نحكي عن مشاركتكم اليوم بالمعرض نحن اليوم كشركة دوائية حلبية المعمل هو في منطقة المنصورة بحلب اليوم نحن مشاركين بهذا المعرض الطبي نقوم بعرض كافة الأصناف الدوائية التي يقوم بإنتاجها المعمل لكي يتعرف عليها كافة الزملاء الأطباء المعامل الدوائية تحاول تأمل المواد الأولية وتقوم بإنتاج جميع الأصناف ليتم طرحها بالسوق السوري نحن الاختبارات نقدمها للأطفال للكبار كل شي بيخص السماع بيخص النطاب المؤتمرات العلمية التي تقام بشكل دوري عاملا مهما لتزويد البلاد بجيلا من الأطباء يتمتع بقدر كاف من الخبرة والمعلومات المتطورة ليكون عماد بلادنا قائما على العلم والمعرفة ضرورة وآفاق عنوان المؤتمر الطبي الرابع عشر حول البحث العلمي الطبي لمواكبة كافة التطورات في الأبحاث العلمية في كافة المجالات من الأسد الجامعي بدماشق رزان سليمان الإخبارية في سوريا